بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزملاء والزميلات في غناة اليوتيوب وغناة الاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية محاضرتنا اليوم مواصلة في الهيدرولوجي اناليسيس سايكل او الوترشيد هنتكلم اليوم عن الخطوة الثالثة في التحليل المائي اللي هي الفلو اكمليشن ممكن زي ما نبهنا الناس انه عندنا ستة او سبعة خطوات في التحليل المائي ممكن المحاضرتين الاصابغات بمسل الخطوة الاولى والتانية ودي الخطوة الثالثة اللي هي الفلو اكمليشن ممكن دي خطوة مهمة جدا الناس تركز فيها بصورة مباشرة ننبه برضو الزملاء والزميلات انه الناس المام اشتركين في الغناة برضو اشتركوا في الغناة حشان اصيلك كل جديد ان شاء الله عبر الغناة بالرابط الموجودة في الشاشة اه وبرضو لو حاب الناس تزور الصفحة بتاعة الفيسب برضو اه برضو نذكر بالرابط الموجود اللي هو الرابط حق الصفحة بتاعة الفيسبوك بالنسبة للغناة اللي هي عندنا صفحة في الفيسبوك اسمه البرينسبوك اسمه نخش طوالي في في الخطوة الثالثة الفل اكمليشن هي من الخطوات المهمة جدا زي ما نبهنا اه لو شفنا التعريف بتاعها او التعريف بتاع الفل اكمليشن يعني هو انشاء ملف شبكي للسريان المتجمع في في كل خليق او في كل بيكزيل او ممكن تسميه السريان اتجاه السريان المتجمع في المنطقة من كل البيكزيلس الموجوده في المنطقة تتعريف عام جدا بالنسبة ل الفل اكمليشن اه ممكن برضو لو لاحظنا اه ممكن برضو لو لاحظنا اه 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 ممكن دي دي مجموعة من الخلايا في خلايا تحمل رغم زيرو 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 دي مجموعة من الخلايا فليكن دي المنطقة بتاعتي بالتالي انا كيف اقدر احدد ان كل الخلايا الموجودة دي احدد اتجاه السريان بتاعها بفي اتجاه واحد او كلها تكون انا اقدر يعني اتحصل على المجرى الرئيسي للمنطقة كلها اللي هو بسموه الفول اكموليشن اه ممكن اه اه برضو كمثال انا 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 عملتها رسمة هنا اه حاجة امانويل عملتها باليد عشان نقدر نوصل بالفهم بتاع الناس بالتحديد في الخطو بتاعة الفول اكموليشن دي خلية قدامي اه الخلية دي فيها مجموعة من القيم اه فبالتالي اي اي غيمة بتاحملي غيمة بتاعة اه 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 في الموجودة فبالتالي انا دار احدد انه كيف اقدر عمل يعني اتحكم في كل البكزل دي انا اقدر امرر الخط الرئيسي بتاع السريان بتاع المياه من 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 اتياه لاتياه في 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 المنطقة يعني اهو الخور الرئيسي لكل المياه بيصفوقه اه انا دار احدده او بتعرف عليه من خلال الغيم بتاعة البكزل الموجودة لو لاحظنا هنا اه اه اندي البكزل الاولانية بتحمل غغم واحد زيرو اتنين اربعة طلبتاشر تلاتة اه زيرو زيرو تمانية سبعتاشر زيرو ستة عشرين طيب وانحنا مسبغا ننبهها الناس انه دايما المياه قلنا شنو بتنتغل من المناطق ذات الارتفاعات العالي الى المناطق ذات الارتفاعات المنخفضة والتالي هنا انا افتش انا على رغم في 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 المنطقة بتاعته هنا على الرغم هو الرغم عشرين الرغم عشرين هو على الرغم بالتالي يبدأ السريان من الرغم عشرين وبعد ذاك نشوف اه يعني اقرب اقرب رغم للرغم عشرين هو او يعني بيكزل تكون فيها رغم اه جريب للرغم ده مجاور سبعتاشر حيمر بسبعتاشر بعد ذاك نشوف تاني اقرب بيكزل الرغم بتاعها قريب للسبعتاشر طلعتاشر طلعتاشر وبعد ذاك تاني اقرب يعني اقرب بيكزل من 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 الرغم طلعتاشر اللي هو عندي الرغم اه اربعة اربعة بعد ذاك من اربعة ممكن بعد ذاك اقرب رغم عندي واحد وهكذا ممكن ذاك مثال تقريبي للي عشان الناس قدروا اه يصوروا بطريقة بتاعت الفهم بتاعت الاكوموليشن انه انت شنو بتحدد مسار للسريان المياه على حسب الغيمة حقة البيكزل او حسب الغيمة حقة الخلية الموجودة انا بديت من الخلية عشرين فور اكزامبل اقرب خلية لعشرين سبعتاشر اقرب اقرب خلية لسبعتاشر طلبتاشر وهكذا لحد اخر اقل خلية انت شنو بيطمر فيها دا الفهم العام بالنسبة للطريقة لما نمشي البرنامج بعدين لما نشوف الطريقة انها حتى كلاها بصورة واضحة طيب دا البرنامج ممكن اه دي الخطوة رغم اثنين الموجودة قدامنا دي اللي هي الفلو دايركشن الفلو دايركشن دي اخر خطوة كلنا في المحاضرة السابقة نجي للخطوة حقتنا الحالي اللي هي كيف نعمل الفلو اكوموليشن نمشي طوالي لالفلو اكوموليشن نعمل فيه دابول كليك وهنا قل لي انبود اه 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 ادخل الفلو دايركشن نجي نعمل انبود نعمل ادخال للفلو دايركشن وطوالي هنا اه اه قل لي الاوتبوت انا زي ما وريت الناس انه دايما الاوتبوت انا قاعد احفظ دايما في بحفظ بحفظ في الديفولت بعد داقة عندي الخيارات اللي دي كلها اوبيشنال ما في داعي انا اه اغير فيها اي حاجة طوالي نعمل اوكي وننتظر اه اه طوالي العملية انتهى سريع جدا بصورة سريعة طوالي هنا اه يعني الصوفتورو البرنامج قدر حد حسب لي البيكزل كل البيكزل الموجودة وقدر تحصل على انه القيم اه قيم البيكزل الممكن شنون الاسيريان المياه يجي عبرها وممكن او تجمع المياه كلها شنو في المنطقة دي في المنطقة الموجودة دي حتى هنا زاد في 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 تجمع بسيط جدا برضو هنا بصورة واضحة طيب ممكن نظاهري بصورة واضحة مرات في بعض الاريا لو منطقتك كبيرة ما بيصريك الخط طوالي مباشر الا تمشي تعمل حاجة تانية يسمى الكون حتى بعد ذاك بتقدر تظهر الخط لو ما ظهر لك بطريقة مباشرة لكن يمكن الان يمكن الفولو اكوميليشن ظهري بصورة واضحة جدا دي الخط الرئيسي او المجرى الرئيسي بتاع الموايا وكل الخيران بالصف المجرى الرئيسي ده في المنطقة يمكن دي الخطوة بتاعة الفولو اكوميليشن طيب ممكن امشي اعمل حاجة تانية في الكون في الكون حشان اقدر اوضح انه ازهر مجموعة من الخيران السكندري وهي ممكن تمثل لي برضو اكوميليشن رئيسية في المنطقة هي الان ما ظهرت لي الآن ظهر لي وادي واحد في المنطقة انا عاوز ازهر مجموعة من الخيران بالتالي مهمة في المنطقة وما ظهر لي الان انا احاول ازهرها بالكوندشن امشي نعمل كوندشن ولما نعمل كوندشن قال لي انبوت كوندشنال راستر قال لي ادخل ادخل الاخر خطوة انت عملت اللي هي الفولو اكوميليشن الموجودة قدامي انا ادخلتها والاكسبريشن ده يمكن اللي هي بتتحكم في انت يعني انت عاوز الخيران كبيرة ولا عاوزة كثيرة ولا بسيطة الخيران الفريعية الموجودة في المنطقة عاوزة بصورة كبيرة او بصورة بسيطة يعني انا ممكن قولين يعني ما نعني تخط حسب الرغم اللي انت عاوزه حسب الرغم اللي انت عاوزه يعني مثلا يعني انا مثلا دار الغيمة الغيمة مثلا 100 اكبر من 100 او اكبر من 200 او اكبر من 300 هنا بعد ذاك انت ممكن تعمل اه 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 ا ثا ييتيد محاولتين او ثلاثة محاولات بعد هو تكتفي من الخيران اللي انت عاوزه في المنطقة kin اكبر من تلتمية ونجعل الامبترو وراستر نجعلها واحد نجعلها واحد بعد تقوم نغير في اي حاجة نجعلها في الديفولت نقول له اوكي طوالي لو لاحظنا ظهر الخيران الثانية في المنطقة كلها ما ظهرت لي في المرحلة الاولى في المرحلة الثانية ظهرنا الخيران الموجودة كلها بصورة كبيرة يمكن دي الان دي الخيران بتاعتي الموجودة ظهرت ليه كراستر فيتشار يمكن لحد هنا دي الخطوة رغم ثلاثة في الفولو اكموليشن حتى لو حاولنا غارلنا بين الخلية اللي عملناها في البداية بتاعة الفولو اكموليشن وبين الكنديشن اللي عملناها في المرة الثانية بنجدون الاولى ما فيه تفاصيل بتاعة خيران زي ما نبعنا ما فيه تفاصيل بتاعة خيران كثيرة لكن لما عملنا في تفاصيل بتاعة خيران كثيرة جدا وبتالي التفاصيل دي بعدين لما انتجي اه تعمل عملية اللي قدام بتاعة الشغل بتاع الشغل بتاع بعدين بتقدر توزع بتاعتك بصورة مريحة جدا في المنطقة وبصورة اه دقيقة جدا انت كل ما زدت على الخيران كل ما كان الشغل بتاعك هو ادقة لكن في نفس اللحظة بيأخذ منعك معالجة كثيرة في البرنامج او في السوفتوير بتاعك وبالتالي بتاعت لزمن في المعالجة والزمن كبير جدا في البرنامج بتاع البرنامج ممكننا لحد هنا محاضرتنا انتهت ونشكركم لحسن المشاهدة والاستماع نلتقيكم في المحاضرة الغادمة ان شاء الله برضو مواصلة في الهيدرولوجي اناليسيس ونلتقيكم ان شاء الله في المحاضرة الغادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته